اشتركوا في القناة وارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار اي في سن التسمين كما كتشوفوا معايا هذه القرارة اني دير فيها واحد المادة اللي هي فايتسبقتلي احضرتلي عليها المهم ان في هذا الموضوع كان طريقة جد فعالة وهي الحلبة الحلبة ففي المواضيع السابقة كنت تحددت على الحلبة يعني وفوائد ديالها في التسمين يعني بالنسبة لجميع الاعمار اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار اي سن والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء يعني كتشدوا حبوب الحلبة حبوب الحلبة معروفة لاها الخيصة في التسمين ممكن اني تشربوا ليجو جدراهم لاكدر بكم شحال كي تباع بالكاس ممكن انكم تديروها مع الماء ولكن هالطريقة هذي لقيت فيها بعض السيلبيات وهي ان الماء كي يطلقوا واحدة رائحة يعني كاريها كم عارفين ريحة الحلبة هي خدامة فعالة ولكن هذي الرائحة الكاريها كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء وخاصكم كل النهار تقوي تبدلو لمدة اربع ايام يعني كين واحد العناء اما هالطريقة اللي يجب لكم جديدة ان شاء الله هي الطريقة ديال اليوم وهي جد سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان يعني باش ممكن ان الارانيب ينفرو من هذيك الرائحة هالطريقة وهي اننا نشدو هذيك الحلبة ونتحنوها نحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي يعني نتحنوها كيفاش كتولي كتولي بهذا الشكل هذا نحلل القرعة يعني كتولي غبار ثم كما كتشوفو غبرة ثم كما كتشوفو هيا غبرة اكا اذا هذي الحلبة هذي مني كتولي غبرة سمو كنديرولها مشي كنديروها مع الماء لا كنشدوها وكن نخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو يعني مثلا هذي الخبز كما كتشوفو خبز جاف مطحون 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 تتحنوه بأي طريقة ممكن أنه يكون عندكم روبو أو مهراز أو أي حاجة يعني عندي حلقات سابقة وريتكم كيفاش كيفاش يعني تتحنو هذي الخبز المهم من يتشدو الخبز ديروه كيلو كيلو ديال الخبز خلطو معه ملعقة كبيرة ديال يعني ديال الحلبة مطحونة بهذا الشكل يعني معلقة من هاد من هاد الحلبة المطحونة ملعقة من الحلبة المطحونة ممكن أنكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز سووم تحون يعني مني كتخلطوهم غديتلاحظوا أن الأرنب ما كيعقش بهذاك الماضاق ديال الحلبة وما كي بهذاك الحلبة ما كتنفخش بحال يدرناها في الماء يعني مني كنديروها في الماء كتنفخ وكتعطي وحد يعني وحد رائحة كريهة أما بالنسبة لهالطريقة هادي كنوا متقنين أن الأرنب ما كيعقش بها ما كتخليش رائحة في الماء ما كينفرش منها سوومكي أوقع أن العملية ديالتسمين كترى بواحد بواحد الشكل كتر مني ما تدروها في الماء أولا الحلبة فاتحة للشاهية كتفتح الشاهية ثانيا كيتسمن يعني كيبانكم بالوزن دياله كيتزاد بواحد طريقة يعني سبحان الله هنا الحلبة يعني شي حاجة يعني هي كتعتبر حتى موضاد حيوي ممكن أنكم تحنوها مع تعطيوها لوم عوثاني مع مع التومة عوثاني كذلك رها واحد الموضاد الحيوي جد جد فعال يعني تتومة لكي الناس اللي كيكرموها وكي تحنوها وكي يعطيوها الألانب ديالهم مع مع الحلبة متحونة كنون تقنين أن الحلبة متحونة مع الخمز جاف كي يعطي واحد النتائج أنا رأي بتجربها هذي يعني كيتوحتاج النتائج يعني جد جد مفرحة إن شاء الله القضية ديال الحبوب مع الماء زيانة حتى هي غيفة شوية ديالعناء وكتخلي واحد الرائحة لأنش حمل لكمونتير جاوني قال لك باللي را عندنا واحد لهذه الحلبة كتنفخ بوسط الماء وفعلا هي كتنفخ بوسط الماء وكتطلق وحد الرائحة يعني كريهة وفعلا هذا أنا كان نقول لناس عندكم الصح إذن اسموه الطريقة اللي غادي نحيلوا من هذي الرائحة هذي وهي الطريقة اللي هذرنا عليها أنكم الحلبة تحنوها تتولي غبار بحلاكة أنا رأي لي ما تحنتها شعد بالزافرة ممكن أن تحنوها تتولي يعني غبرة مني كتديروا مغيم مع القاوحدة مع كيلو دي الخبز كيلو دي الخبز زراه بزاف را كي يعطيها وحد الكيمية كتديروا مع غيم مع القاوحدة كافية وما تديروش أكثر يعني بالنسبة تسمين أنا جربت يعني ملعقة وحدة را كافية أنها تخدم معكم مزيان إذن دي الحلقة ديال هذا النهار حلقة مهمة الناس اللي بغي يعني يعطيوا تسمين يعني يسملوا الأرانب ديالهم صواء صغار صغار أو كبار كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة إن شاء الله مفيدة تكيو على زر جام باش تساندونا باش خانات زيل قدام بتنسوناش بزير جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله